يا مساء السعادة على كل مشاهدي برنامج الطبيب دايما بنحب نتكلم عن السمنة ومشاكلها ولكن ساعت ناس كتير قابت داق مننا تقول طب انا عندي السمنة مفرطة ولكن انا عندي سمنة موضوعية انتوا ناسين الموضوع دا ليه النهاردة هنتكلم عن السمنة الموضوعية هي فعلا حاجة بداق جدا خصوصا لو انا شكل حلو ومهندم كده ولابسة شيك او رايحة مناسبة رايحة ميتنج في شغلي ببقى لابسة حلوة قوي وكل بيلفت انتباه اللي قدامي المكان اللي فيه السمنة الموضوعية يعني اذا كان اللي هي كرشة او باطن اذا كان الارداف يعني ازاي دا يعني الناس كلها بتلتفت للمكان اللي بارس شوية او اللي هو ملفت شوية وبتسيب كل الجمال اللي فينا ايه رأيكم النهاردة؟ نعرف اسباب السمنة الموضوعية نعرف ازاي النقط دي عن السمنة الموضوعية وايه سر نهاردة فقرتنا اللي هيخلينا جسمنا حلو والشي بحلو كده ومتناصق بس خليني الأول أراحب دي فقرتنا دكتور محمد توركي مدرس مساعد كلية السيدلة أحد أعضاء الفريق الطبيب شركة أورجانيكا جروب أنا مسهلا بيك يا دك أهلا بيك يا أهلا بيك ومشاهدين الحمد لله كله بخير هتقول لنا النهاردة أسرار كتير ومتعيلي الفقرة دي هتبقى مهمة جدا لنا كلنا بقى لأن السمنة موضعية كل واحد بقى اللي ما كان معين كده في جسمه طيب هو بس أنا عايز أعرف المشاهدين الأول يعني إيه السمنة الموضعية هل بقى يعني إيه السمنة الموضعية يعني أنت جسمك سبحان الله هي الأجسام مختلفة في جسم بيزيد من حتة معينة بمعنى أن بيتراكم في السعرات الحرية بتتراكم في حتة معينة مش بس بس سعرات حرية لا ده فيه النظام الأكل الخاطئ يعني من أسباب السمنة الموضعية نظام الأكل الخاطئ أنت بتاكلي أكل مش صحي فالأكل مش صحي ده بيتحول جوا جسمك بيتحول جوا جسمك آخر حاجة ليه الدهون يوصل لفات فالدهون ديت بتتراكم سبحان الله بقى في جسم بقى الشخص ده غير الشخص ده غير الشخص ده في واحد بتتراكم عنده مثلا في البطن أو بالذات في البطن السفلية يعني في آخر حتة في البطن أو بتتراكم مثلا في الهيبس يعني في الأرداف زي ما احنا تكلمنا أو بتتراكم مثلا في رجله أو الدراعات كمان في الناس بتروح على طولها الدراعات أو الجناب يعني كل دي مناطق مش محبوبة في زيادة الوزن فيها حلو خلاص طيب إزاي بقى يعني أتغلب عليها طبعا أول حاجة أنا عايز أقول يعني لمشاهدين يعني تنظيم الأكل يعني شوفي دي حاجة بسيطة جدا أنظم الأكل يعني أكل وجباتي في مواعدها دي من أول الحاجات اللي بتقضي على الإيه؟ على السمنة الموضعية خلاص يعني أنا أفطر الصبح الساعة عشرة أقاد غد الساعة مثلا الثلاثة أربعة أكل الأكل اللي بعد الغد الساعة سبعة ثمانية التنظيم دوت بيقلل في السعارة الحالية طبعا اللي دخل جوة جسمك وبيقلل في السمنة الموضعية طب أنا عايز أتخلص من السمنة الموضعية يعني بطريقة أخرى ليه؟ لأن الناس كتير بتشتكيلي أنا مش بقى الحق ومش أفلابل عندي أن أنا أنظم وقتي وبفضل أخيص لغاية ما المكان ده هو برضو بيفضل موضوع مثلا بفضل أنزل بالزبط كده فأنا طبعا إيه؟ ببدأ أعمل إيه؟ أقلل جدا 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 في الدايت انتيك يعني الأكل اللي دخل لي طب حوصل إزاي أن أنا أقلل دايت انتيك دوت بأن أنا بستخدم الألياف الطبيعية الألياف الطبيعية هنا هتعمل لي فقدان في الشهية يعني هتخلص لي على مشكلة أن أنا عايز أكل طيب وانس أن أنا ما بقيتش باكل الجسم عايز طاقة عايز طاقة هيعمل إيه؟ طبعا هيدور على إيه؟ على أي حاجة متخزنة عنده هيدور على الحاجات المتخزنة في الجسم فهيبدأ ياخد من اللي متخزن في الجسم من الدهون المترقمة بالزبت كده لي لأنه بياخد الدهون ودي حاجة يعني طبية حتى بياخد الدهون ويحولها لإيه؟ للطاقة عشان يدي للجسم طاقة خلص فهيبدأ ياخد من الدهون دي هيعمل إيه؟ هيبدأ ياخد من الدهون دي لو وانس أنه بياخد من الدهون دي الدهون دي بتبدأ تتكسر وتتفتت بلس أن الألياف الطبيعية هنا عندها قدرة على زي ما بنقول امتصاص الدهون واختراقها يعني مش بس بتأمتص الدهون لأ بتختارق الدهون ولما بتختارك الدون وتمتصها بتخرج عادي جدا مع الستول مع الإخراج فبتبدأ تخس في الحدة اللي مضيقك أو الحدة اللي مش عاجبك بسرعة أنتوا عملتم معادل حلوة قوي كمان في أن أنا هخسه كمان طريقة التحضير مش هتتحارمه طريقة التحضير سهلة الباكت ممكن أتحرق به في أي مكان بزبط طريقة التحضير سهلة جدا هي معانا موجودة على الشاشة الفيديو يوضح طريقة التحضير طريقة سهلة جدا وزي ما أنا بقول يعني أفضل حاجة في سوتي أو الأليف الطبيعية يا سوتي أن أنا بقدر أخده معايا في أي مكان أنا يعني ممكن حتى لو رايح مطعم أتغدى شوفي أنا رايح جوه المطعم وأتغدى بطلب بس نص كباية ماء عبدالما الأكل يجز بالزبط كده لغاية لما الأكل يجز فعلا الناس كتير بتستخدمه كده صح وببدأ أقلبه في 10 ثواني 15 ثانية وبكل يعني هو مش محتاج وقت كبير قبل الأكل زي ما احنا شايفين كده في 10 ثواني 15 ثانية بس بشرب 3 أو 4 كباية مية لأن زي ما أنا بقول دايما المية عنصر هام جدا فيه أن أنا بوصل للرزلت اللي أنا عايزة ليه؟ لأنها بتنفش الألياف الطبيعية دي جوه الجسم أو جوه المعدة فبتشتغل على شكل بلون يعني زي ما يقوله كده ده فيه عمليات بتعمل بلون للمعدة فإحنا لأ بقى من غير العمليات إحنا بنعمل بلون للمعدة بتقفل على الشهية فبتقدر يتوصلي أنك تقللي جدا في معدلات الأكل اللي أنت هتكله طب إحنا عشان بنتكلم عن الدهون الموضوعية إحنا بتقلي معنا بنكمل في الفيديو إحنا بنشوف يعني المنتج ده بيعمل إيه مع الدهون الموضوعية بالزبط يعني صوت يبيعمل إيه بيعجبني جدا التجربة دي التجربة اللي هي بتاعة الزيوت أو الدهون لأن الزيوت دي مثال مصغر جدا للدهون اللي في جسمي خلاص طيب الدهون طبعا يعني مش سوليبل في المية ما بتدوبش في المية طبعا فإزاي ده اللي حصل في جسمي إن الدهون فوق والمية تحت خلاص الألياف الطبيعية بتعمل إيه لأ حتلاقي إن الألياف الطبيعية بتخترق هشوفي بقى قدرتها على اختراق الدهون دي وإنها بتمتص الدهون دي وهي بتخترقها وتبدأ إيه تقلل من نسبة تخرجها تخرجها من الجسم فلما تخرجها يعني بتاخد الدهون كده ترميها برا الجسم طبعا دي بتقلل من الدهون اللي في الجسم كله فمش بس بنزل موضعي لأن أنا زي ما بقول ما فيش خساس يعني إنك تخس من منطقة واحدة بس وتسيب بقية جسمك كله لأ أنا بنزل الدهون اللي في جسمك كله حلو وده بيرجعنا لأهم نقطة كمان إن أنا بحمي الجسم من أمراض كتير جدا زي أمراض مثلا الأوعية ما هي الأمراض الأوعية دي بتيجي نتيجي دي الدهون عالية زي أمراض القلب زي أمراض المفاصل ما كل دي أمراض بتترطب على زيادة الوزن وزيادة الدهون في الجسم إحنا شفنا الطريقة طريقة الاستخدام سهلة وبسيطة وشفنا سوتي بيعمل إيه في الجسم خلينا بقى نسأل السؤال اللي هو طبعا يعني دي برضو معلقة بطلعة الدهون لو شايفين زي ما أنا بقول أنا مش شايف حاجة على سطح المية زي الأول يعني مش نفس كمية الدهون فدي حاجة هتريحنا كمان عشان نكمل بقى راحة لازم نسأل عن الطعم يعني فيه بيبقى منتجات أوكي بس إيه قولك لأ طعمها صعب فيه ناس بتيجي على نفسها شو فيه بقى بي يعني بيجوا على نفسهم جدا عشان ياخدوا أي حاجة وطعمها يبقى وحش وكل ده بسيقولك عشان أخيس لكن هلا مش محتاجين بقى هلا مش محتاجين بالعكس بالعكس تماما ده أنا عايز أقول يعني بالعكس تماما هيحبوا يعني سوتي بالذات فواكه وفانيلا هيحبوا طعم يعني حيبوا هم اللي عايزين ياخدوه ده فيه ناس بتقولي أنا عايزة ياخدوه صبح وظهر وليه يعني هم مفروض الجرعة بتبقى قبل الغداء وقبل العشاء الظهر وليه أناس ما يعني فيه ناس بتحب أثن بتعتبروا وجبة بالذبط كده يعني تقولك أنا خلاصة يعني فيه ناس بتتكلم بعد دعا بتفاحة وخلاص كده آآ آآ بتبقى هي عايزة وتقولي أنت ما نفطر بيه يعني أنا نفطر بيه بالذبط بالذبط بتبقى حاجة ودي حاجة يعني مفرحون لأن انت كده بتحبب اللي قدامك أنه يخس يعني أنت كمان بتديله حاجة هو حبيبها وفي نفس الوقت بتخسسه طب إيه رأيك نكمل كلامنا عن سوتي بتخلينا نستقبل التليفون معين يا أستاذ أيمن قال له عليكم السلام عليكم عليكم السلام أهلا بحضرتك أنا جربت المنتج اللي بيته منتج كويس وفي خلال 15 يوم خسس ستة كيلو كويس جدا كان وزنك كامل يعني الواحد كان مثلا بعد الغداء بيتغدى بيتسل دلوقت بعد ما خد المنتج وجربه الواحد بعد ما بيأخذ المنتج وبعدها بتلسح يأخذ يأخذ واجبة الغداء بيجي نشيط خالص دلوقت وما بيجيش يعني نسبة اللام يعني بيجي فيه نشيط أكتر دلوقت بالنسبة للمنتج ده عشان بتاكل قليل عن الأول يعني أكلك قل عن الأول خالص كان وزنك كام بس الأبي قبل ما تستخدمه يعني وزنه 120 كيلو 120 نزلت 6 كيلو فقد إيه بقى ده ده رقم جميل جدا لازم تستمر بقى احنا عايزين نكسر المية عايزين ننزل عن المية 96 كيلو اهو حدد كمان اهو اهو كويس كويس أنا معاك لغاية لما توصل الوزن اللي نفسك فيه بس سؤال حسيت بأي أعراض جانبية او فيه أي حاجة دايقتك أثناء الاستخدام دي برضو مهم لا أفندي ما فيش أي أعراض جانبية وما ليش أي أعراض ولا أي حال أنا بقى حد يأخذ المنتج وبعدها يأخذ اللي يتعشع ويتغد ما فيش أي مشاكل خالص كويس جدا كويس جدا أنا عايزة تستمر نوع ناشط عن الأول وبيتحرك أكتر وبيتحرك سريع في المشي بلان أنا شغلانتي على مثلا في السواجة في العربيات وفي السفر وكده فالوحل ما بيحشش بأي كسر أنا عايزة أشكرك أشكرك على مداخلتك وأوسيك أن أنت بقى دايما تبقى إيه تكمل معانا يعني إحنا مكملين وتسل بينا تاني قال برضو المنتج برضو قال هاتلي منه وعملنا طلبنا منه طلبية وأصحابي يعني ليجوا فالأسرة كلها بقى مليئة كله بقى عايزة دي حاجة كويسة جدا كويسة جدا إحنا بنشكرك ومنشكر مداخلتك الممتازة دي ببقى حاب قوي لما حد يجرب حاجة ويبقى حابب أنه هو يقول وبيبقى فرحان بالنتيجة أه مش يخبه كده لأن هي دي حاجات طبيعية وأوركانيك خارس لا يعني فيه ناس على فكرة بتخاف أنها تقول يعني فيه ناس بتخسوا وتبقى يعني بتنزل في الوزن جامد جدا وخايف أنها تقولوا حقها لأن أنا أخدت صوتي وخصيت المتابعة بتتم إزاي؟ طبعا إحنا عندنا الفريق الطبي بيتابع كل أسبوع لعشرة أيام يعني أنت بتبدأ من يوم ما بيوصل لك وبتبدأ تستخدمه طبعا بيكلمك هد وبيقول لك الـ يعني اللي أنت عايزه تعمل إيه ومتعملش إيه يعني لو أنت عايز تسأل على أي حاجة وبعدك بيتابع معك كل عشرة أيام عشان يقدر يعرف أنت وصلت لإيه ونزلت كم كيلو يعني أنا عايز يعني فيه دكتور بيتابع معي مش خد منتج وخلاص لا بالضبط طبعا هو فايل لكل حالة يعني مثلا أنت بتستخدمي لا طب أنت حالتك إيه يا أخبارك إيه طبعا عندك أمراض ولا لأ طبعا عندك إيه كل حاجة بتبقى مكتوبة عن إيه عن المريض أو عن الحالة نفسها طبعا إحنا معينا فيديو بيوضح سوتي بيعمل إيه أول ما بيدخل المعدة ولكن أنا عايزة حضرتك تشرح لي أكتر أنا دايما اللي بتكلم عليه حكاية زيرو كالوري زي ما قلت من شوية فكرة الزيرو كالوري اللي يا جماعة لازم نبقى فاهمين إحنا إزاي بندخن إحنا بندخن عشان بناخد كالوري زيادة جسمك بيبقى محتاج مثلا ألفين كالوري في اليوم إنت بتديله تلات تلاف كالوري في اليوم الألف كالوري زيادة ده بيترصب ويبقى إيه بيبقى زيادة في الوزن إحنا زي ما إحنا شايفين كده لو زي على الشاشة يعني شايفة التفاح التفاح فيه ستين كالوري لو أكلت منه خمس أو سبع تفاحات ممكن توصلين لك لتلتمائة ربعمائة كالوري من التفاح بس فتخيالي بقى أنت بتتغدي وبتتعشي وبتفطري وبتكلي وجبات في النص عاجات كتير وفي النص ومشروبات طبعا هتعدل ألفين كالوري طب الألياف بقى هاخدها أنا استخدمت الألياف لألياف من عدمة الكالوريز أو كالوريز قليلة جدا خلاص هتبدأ تنزل في المعدة وبشرب وبشرب بعديها شوية مية ثلاثة أربع كبية 3-4 كبية إيه فكرة المية؟ إنها بتنفش الألياف دي في المعدة بتنفشها تخليها إيه المعدة دي زي الكيس كلما تحط في حاجات كلما تتملي خلاص هي دي بتملى 3-4 الكيس بتاع المعدة دي هتأخذ مساحات كبيرة؟ اخذت مساحة المعدة كلها طيب بعد ما بتاخد مساحة المعدة هتقدر يتاكلي هتقدر يتاكلي مثلا بدل ما تاكلي طبق رز هتاكلي معلقة أو معلقتين وبكدا نبقى قللنا الأكل اللي انت بتاكله فالجسم يبدأ زي ما بنقول كده يدور على الأديم ويبدأ يحرق من الأديم يحرق الدهون الموجودة عندي كله بقى هو بيبدأ الأول بكربوهيدريتس بيلاقي كربوهيدريتس قليلة فيمنتجه للدهون يمتصها طيب كان عندي دايما أنا بقول ان علاقة الفايبرس خلاص بالأمراض التانية يعني علاقة الفايبرس بالأمراض ثانية هل فيه ابحا Glass بتقول ان الفايبرز لو زادت باكس باكسه quelques אחرة أأى لقينا في آخر ابحاث علمية منشورة ان الفايبرس الفايبرز اللى هو السهم الأخضر ده زي ما اِحنا شايفين لو نسبت الفايبرز قلت في جسمك نسبة إصابتك بالأمراض É cells اللي هي زي أمراض القلب وأمراض الأوعية وأمراض السراطنات وأمراض healthy stroke اللي هي الجلاطات الدماغية جلوطات الدماغية كل الامراض دي نسبة حدوثها بتزيد. بتزيد. اول ما الفايبرز اللي هي الالياس. بالزبط كده. طب على العكس بقى لقوا جابوا مجموعة من الناس وودوها فيبرز بنسب عليها زي ما احنا بنقول كده سبعتاشر جرام وعشرين جرام في اليوم. فلاقينا ان الفايبرز اللي ما بيزيد نسب الاصابة بالامراض دي كلها بتاخد. حلوة اوي. طبعا يعني كان معي. معنا صور كمان قبل وبعد اه. ناس بتخس معاكم بتبعت لكم صور اه. طبعا بدي بيبوا فرحانين كمان. اه طبعا بيبوا فرحانين لان يعني مثلا هنا كانت نزلة اتنين وعشرين كيلو في شهرين واسبوعين. شهرين واسبوعين. اه. طبعا رقم حلو جدا. الرقم حلو جدا لانها اتغيرت زي ما احنا شايفين كده لو لو يعني بصينا على الفرق. اه. هتحسين دي واحدة غيرها. دي واحدة غيرها. يعني ان انا اه. اه ده انا عايز اقولولي. بقى هل وشها يعني باين على وشها حتى بالنصورة. بالعكس. ده بيبدأ يعني نضارة البشرة وكل ده. ليه? لانها كلها فيتامينز ومنر. انا بشكرك. ودايما منوارينا في برنامج الطبيب. شكرا. ودايما الناس كده الكومنتات بتاعتهم تفرحكم لان ده بيبقى حد ذاته نجاح وتمييز. خليني اشكر دكتور محمد توركي مدرس مساعدة كليتة السيدالة. واحد اعضاء الفريق الطبيب شركة شكرا.